السلام عليكم بنات كده ريلا بس عليكم كنتمنى تكونوا باخر والاخير وبصحة جيدة ان شاء الله ولقاكم هذا الفيديو بأحسن الاحوال يوم ان شاء الله معوه فيديو خفيف ضريف كما تشوفوا معي البقية القماش نستفدو من البقية اللي كيشي طولناكم في الصالة كما تشوفوا البندانة ديال الشعر كيجيو صراحة رائعين وانيقين الخطمة ديالهم ساهلة يعني بماكينة ولا بلا ماكينة ندزل طريقة صالة ديالهم ان شاء الله كما تشوفوا معايا قطعة ديال التوب طويلة يعني الطول ديالة 75 سنتيم والعار 12 سنتيم وقطعة تلاستيك 16 سنتيم يعني هذو القطعة اللي غنحتاجو لهذا البندانة كما قمتلكم هالبنات راي مكلكم تخدموها يعني بلاها مكينة يربي يديكو طريقة ساهلة وكيجيو صراحة زوينين لاش للاده برع ابنياتكم لاش للاب البندانات حتى لما عندكم شطروفة توب البنات مكلكم جيوهم اقرب خياتة كاليكم بشيو عنده يعطيكم طروفة اللي كيشيطو لهم مراما كي يستعملهم شكفشي حاجة يكيلوحوهم كما كاتشوفو كاشدو القطعة ديالنا كنسدوها من الجنب كنحطوها كجيم سدو دا من جوانب كاملين كنشدو القطعة الفوقانية كندخلوها لداخل وكنشدو القطعة التحتانية كنديرو الوجه مع الوجه كما كاتشوفو معايا في الصورة يعني طريقة ساهلة صافيغان بدون خيطو في الجوانب كنحطو قطعة الدخلانية كندخلوها وكنشدوها دا من الجوانب وكندوزه بالخياطة كنحطو نجره في الغب وحنا نخيطو في الجوانب من الصفل بناتناس نجروا وكتنا ندورو الدورة ديال القطعة كاملة فهاتشكل كنحطو نجروا في الغب ونجروا ديال القطعة الدخلانية وحنا نجروا وحنا نخيطو حتى نصلو للطرف في مبدينة نخليه واحد جوش سنتيم الفتحة باش نقلبو منها كيف قد كما البنات يمكن لكم تخيطوها غيب الإبرة والخطرة هالطريقة سهلة وكيجيو صراحة زوينين هكد تخدموها من رأسكم ولا البنياتكم ولا احتكى مشروع صراحة زوين وسهل بنسبة لي كيبغي يدير هكا المشاريع الصغيرة كما كتشوفوك نخلي واحد فتحة فيها واحد جرسانتي منها باش نقلبو القطعة دينا صافي غناخدوها نقلبو القطعة دينا بهتشكل سهلة يعني كل سهلة كتتقلب لينا صافي قد جي نقاطعة دائرية لهتشكل صافي غناخدو الاستيك دينا بعدين نديرو في واحد دبوس ولا واحد فنتة بعدين شدو الفتحة دينا اللي خليناها فيهايك غناخدو الاستيك كنشدو الاستيك بواحد دبوس هكا في الجنب كنشدو هكا بفنتة في الجنب يعني تيجاه اللي غادي ندخلو فيه الاستيك باش ميجيكمش ملوي يعني سلو نفس تيجاه كما كتشوفو معيانا ماشي معا طافة دينا الخياطة شد الاستيك بيديه وانا غادي نسرح فيه باش كيجيني مطلق في تيجاه واحد يعني باش مني نطلقوا الاستيك دينا ميجيناش ملوي صافي كنبقى غادي عمي هنا استيجاه كنخرجو عتاني كنشدو مع الاستيك مع القطعة الجهة اللي شدينها بالفنيتة عبل هاتشكل صافي غادي نشدو الاستيك بجوج وغادي نتبتوهم با اما بالابرة والخيط ولا بالماكينة انا قلت لكم يمكن لكم تخدموه محتى بالعبيد ديكم يعني احتى اللي ما عنداش الماكينة يمكن لها تخدموه من راسها والبنيتها علاش الله صافي كيجينا الباندانة دينا كيجينا بهالشكل كيجي صراحة زوينة وعملية وغيم الباقياد القومش اللي كيكونو هكا شيطين بالنسبة لديك الفوتحة البنت يمكن لكم تخيطوها بالماكينة ويمكن لكم ديروا لها الابرة والخيط انا هنا غادي نديرها بابرة بالخيط لحسب باش ما يجينيش الخيطة بابا بغيش للخيطة تجيني باين على برا يعني باش كيجيون فينيا صافي غادي ندير لها غاديك الخيطة ديال داخل يعني ما تجيش بينه صافي غادي نخيطها بالخيطة مخفية يعني لداخل سهل البنت الطريقة وكيجيو صراحة زوينين كنتمنى الفكرة ديال يوم تنال اعجاب ديالكم ولا عجباتكم ما تنسونيش محتجاعة ديالكم وليلعكات ديالكم من منت Lagina من كيجيني ارضي تقوم إن لمرهة المميل يومة جدينا من كيجيو عن س غاديك ديالك من المميل هقلية ديالها كيمها كانsize من هنا الوينات من مجميع سف Relay منن كيجيين انا شي Mtby من أجل انشابه من الأجل أنزل بغديروك مشروع لشي الله تتمنى الفكرة دي اليوم تنال الإعجاب دي لكم وتستفدوا معي من الفيديو ولا أعجبكم ما تنسونيش مواحد اللي لايك واشتراك في القناة باش دائما نصلكم الجديد وإلى فيديو قادم إن شاء الله